مرحبا سعى فيكم متابعينا الكرام مكان ما كنت متوادي معاكم في منطقة المرموم في مدينة دبي دار الحي عدنا اليوم مهرجان النهضة التراثي لمعرفة المزيد تابعونا في هذا التقرير هذا المهرجان ما شاء الله سنة الثامنة ومثل ما تشوف يعنيها الناس كلها يعني متعطشي لهذا الشيء المهرجان التراثي وتمنى أن يكون هالتراث في كل المناطق اللي هي بعيدة عن الإمارة يعني مثل المناطق الناية أن يكون فيها مهرجانات شديد ومشاء الله عليها اللي سيلي في فعالية العيد الوطني كنت متواجدة دعوني والحين دعوني طبعا أتقدم بالشكر الجزيل إلى إدارة جمعية النهضة النسائية في دبي على هذه الفعالية الجميلة وعلى أنهم دعوني لهذا المهرجان والناس متعطشة طبعا لهذا الأشياء الجميلة القديمة مثل ما شايف هناك حرفيات وبيت الشعار والحضيرة والحياة البحرية والحياة البرية يعني مهرجان يشمل كل الفعاليات وممقصرين الصراحة إدارة الجمعية إدارة الجمعية لها في كل منطقة تقريبا فرع هذا المهرجان اسمه حبك يا وطن وإنا طبعا أحب وطني ولا تنسى أن السنة الخير والسعادة علينا الحمد لله اليوم عدنا 22 أسرة منتجة مشاركة مجموعة كبيرة من الدوائر الحكومية اللي مشاركة وياننا في الفعالية عدنا فعاليات تراثية بحتة تدل يعني على العادات والتغاليد منها عدنا بيت الأول اللي يعلم الأجيال عن بيوت الأوليين كيف كانوا عايشين عدنا بيت المرخ اللي يتعمعوا فيه كبار السن ويعلمون الشباب عدنا وتجمعهم وكيفية التعامل مع الناس الكبار وعدنا كذا قسم يعني عدنا قسام التراثية اللي يتابع هل البحر وصلنا معكم متابعين الكرام لنهاية فقرف من الإمارات لهذا الأسبوع في مهرجان النهضة التراثي في إمارات بيدر الحي استمتعنا صراحة جدا بهذا المهرجان الأكثر مراء تابعونا الأسبوع القادم في فقرف من الإمارات في مكان جديد في دولة الإمارات العربية المتحدة في أماننا